اشتركوا في القناة نسمع حظوظنا وتوقعات الفلك والأبراج قبل ما نفوت بتوقعات الأبراج الـ 12 كيف الخريطة الفلكية صرنا شهر ما سمعنا؟ طبعاً هلأ عطارة كوكب السفر والأوراق والمستردات يتقدم في الجوزاء which is not good الزهرة اليوم بقى دخلت على برج الحمل ريحت لأنه كانت بالحوت كانت مدايقة العزراء طبعاً والقوس والجوزاء فهلأ راحت على برج الحمل المشتري كوكب الحظوظ السعيدة ما زالها يتقدم في برج الحوت كمان which is not good جوزاء وعزراء وقوس والمريخ أيضاً في برج الحوت كنت عم إلا لا مدام نجلة كوكب الصحة الصبح إنه شو عم يصير مع العزراء صارنا 4-5 أيام صرف مصاري أعطال تقنية طبعاً لأنه الزهرة كانت في الحمل في الحوت فأمورك المالية كتير سيئة مرأوا العزراء والجوزاء والقوس في شهر كان كتير متعب هلأ بلجت الأمور أريح بكتير إن شاء الله الأيام السعيدة لجميع يجعل أيامكم سعيدة وتظلوا دائماً بخير طبعاً اليوم اثنين أيار يعني اليوم الحمل عاطفياً هو سعيد خاصةً بدخول الزهرة بقى لبرجو عم بيخلي عنده أفق مستقبلية فرح مع عائلة يمكن بسبب سفر أو قصص العلاقة بالتغييرات أو الزيارات أو على المستوى العاطفي الشخصي أمورك جيدة جداً طاقة حيوية ينوع من أنواع الهدوء والتواثل الجيد مع الأخل مولود برج الثور حي عم بيفكر ببعض الأمور المالية ومحتاج لشوية تنظيم خاصةً أنه أنت من الأشخاص اللي تتمتعوا بالرفاهية إلك أو لغيرك أنا بظن أنه اليوم مصروف إضافي فحابب عيد يعني تروح تاخد الأهل العيلة سيراني ممكن أو زيارة وصرفك معاً بيقل بهذه الفترات والحقيقة هو اعتارد كوكب المال بالنسبة لك وفي بيت المال فالأمور جيدة على الصعيد المالي لكن المشكلة عنده تراجع فبالقطع من بعد عشرة رح تبلش يلزمك صرف إضافي فكتير انتبه على هاي القصة أنه هذا الشهر للمصروف الإضافي مولود برج الثور مولود برج الجوزة اليوم الأمر ببرجه وعم بيخلي عنده نوع من الأنواع الأفراح والنشاط صحيح ما فئة بكير أو فئة بكير وعندك نوع من الأنواع النشاط بس هذا النشاط الجميل المترافق مع الثقة بالنفس المترافق مع التفاؤل مع تطور الأمور اللي صالحك تقضي أوقات جميلة نومك قليل على كل الأحوال بس حظوظك جيدة والمحبة اليوم عم تساعدك ولاحظ أن هاتفك لا يتوقف عن الرنيل مولود برج السرطان أنت اللي مكسل دايق خلقك لقاشاتك غير مجدية يمكن عم تقحم حالك بمعارك ما لازم تقحم حالك فيها لأنه الأيام الجاي رح تكون تعويضية مرئنا هاليومين بس بنصايح مني بالصمت إذا قدرت ما تضخم الأمور الصغيرة وخلي الأخرين اليوم هنين اللي يكتشفوا أخطاؤن بعيداً على أنه تركض وراهن وتقول لهم أنت غلطوا هون ما لازم تغلطوا هون ليش عم تغلطوا هون أتقول لهم هيك اليوم تركهم هنين بيعرفوا أخطاء واللي حاله مولود برج الأسد يوم اجتماعي بامتياز تقبل وادعى شراكات على المستوى العاطفي تعبر عن نفسك بلقاءات يوم قطعاً يوم عيد بالنسبة لي مولود برج الأسد يعني زيارات لقاءات دعوات قصص العلاقة بسلامة علاقاتك وغالباً التوتر يخف وتوجه لطاقاتك نحو علاقات أفضل عزراء انت اللي ممرتاح إذا بدك هاي الفترات عندك نوع من أنواع التحديات ربما أو نوع من أنواع فقدان الطاقة أو بعض المضايقات هلا أنا ما مشوف في شي سيء بس حاول تشترع التسرع بإجاباتك عموماً في نقد من الآخرين حاول تتقبل يعني بعض بعض المضايقات لأنه غالباً ردودك اليوم انفي عالية مولود برج العزراء لازمك هاليومين ثلاثة معالجة نفسية إذا بدك الوضع مناسب للميزان الفرص إيجابية في عواطف وربما يزول القلق مبسوط بمن حوله مولود برج الميزان واليوم إيجابي لتأثر على محيطك ولتشعر أنه في شيء من الأوساط المشجعة حواليك تفرض أوامرك اليوم مولود الميزان كمان مولود برج العقرب مرتاح ومبسوط مدح أو تأييد أو قصص العلاقة بمساعدات أو محبة أو عم تسترد الشيء اللي منحته للآخرين أو عم تغتن المفرص للقاءات عائدية يعني شعبيتك تتصاعد مولود برج العقرب ومحيطك يمنحك مشهورة مولود برج القوس انت اللي متدايق ومكتير مرتاح ما بعرف إذا تأجيل تأخير أو محيطك مكتير متجاوب أو محتاج تكون أهدأ بتعاملك ما في اللي ينكر أن القوس من الأبراج النارية المستعجلة فاليوم الحقيقة ممكن يكون فيه نزاعات محتملة أو خسائر أو نوع من أنواع العناد لك تروقها اليومين ثلاثة لأنه فعليا أنا بشوف اليومين ثلاثة إن الأكثر تعبا مولود برج الجدي اليوم يعني مئة ألف قصة شغلته ما نيوم للعيد العيد يفترض يوم أيام راحة إجازة ننام نلتم حوالين عائلتنا الجدي اليوم شغله كتير ومفاضح كراسه وعم بيحمل حاله حتى أكثر مما يجب يعني ما نقاعد أبدا وأنت ما نك راضي على أنه ما في مساعدات يعني بتحس اليوم مسؤولياتك كبيرة وإنت مولود برج الجدي حدا بيحب العمل بس يعني ما عم ترتاح اليوم هلا أنا أنصحك الحقيقة بنومة ظهر إذا قدرت لا تأثر إنك تنام لك شوي لأنه راح ترجع تعمل رفريش يكون عندك جزء من مرونة أو تكيف مولود برج الدالو اليوم الأمور جيدة جدا بالنسبة لك خاصة لو كنت مولود برج الدالو حابب تحكي تناقش تأثر على محيطك يكون عندك مبادرات يوم أصلا فيه رقاءات سيران يمكن زيارة ناس يمكن تبلور أفكارك يمكن تكسر قيود نفسية يمكن كل شيء لتنظيم هو جيد جدا اليوم مولود الحوت أنت اللي شوي متدايق لا تصعيد المشاكل ما بعرف عم ترضخ لرغبات ليست رغباتك أو عم تقلق بانتظار خبر يمكن أو في عندك يعني نوع من أنواع الجدال مع الآخرين أنا بنصحك أنك تروق شوي اليوم لأن الأمور حاملة جزء من عصبية الحقيقة أو عدم راحة مولود اتنين أيار كل عام أنتوا بخير يجعل أيامكم سعيدة متسلح دائما بالقوة والاتزان تراه من الناجحين مولود اتنين ومولود يعني منه أوليد برج الثور يزن أموره يفكر كثيرا قبل الإقدام على أي مشروع حتى لو مشروع صداقة ما بيصادقك بسرعة بتحس أنه بيترك حاجز بينك وبينه ولا بينما هيك يرتح لك قلبه يقل لك أنه يقله أنه إيه هذا الإنسان قابل معنا للصداقة يمكن يجربك حتى لأنه هو لا يحتمل الفشل يفكر قبل أن يتصرف من الأشخاص اللي ما كتير إلو الخلق على الاختلاط لا يطيق التفاهات جدي رزين كلاسيكي ولا يحب المجاملات سنة جيدة جدا وضعك المالي مشجع خاصة هلأ بقى بالشهر القادم شراكات مالية يمكن مع الآخرين كل شي إلو علاقة بزواج إلو علاقة بأهل إلو علاقة بأمور شخصية هذا كله ممكن يكون إيجابي جدا وجيد جدا وأنا برأيي المتبقي من السنة مفرح بالنسبة لمولود برج الثور على الأقل كبداية جددة غسألكم طبعا على الستعاش خمسة وأربعين على الثمنتعاش خمسة وأربعين يسيد وقاتكم فراس عم بيصبح حالنا يسيد وقاتك يا فراس فراس مولود برج القوس كان بشهر كتير متعب الشهر الماضي أنا برأيي كان الأكثر تعبا فراس لأ الأمور جيدة بالنسبة لك بالأشهر القادمة على الأقل هالثلاثة شهر القادمة لأنه بقيان أربع خمسة أيام بيدخل المشتري كوكب الحظوظ السعيدة وكوكبك شخصيا رح يدخل على برج الحمل صديقك فراح يبلش تريحك ويمنحك أشهر صيف مفرحة رح تتلقى فيها نتائج عن أعمالك بشكل إيجابي مرح يسيد وقاتك يا مرح وتظلي بخير أمورك جيدة جدا يا مرح على الأقل الست شهور الأخيرة بالسنة هلا أنا ما بظن لهد الخامس ولا السادس ممكن تكوني كتير مرتاحة بدك بالسابع وما بعد بس أنا برأيي ما رح هتختم السنة بأفضل مما بدأت فيها إيميل يسعد وقاتك يا إيميل يجعل أيامك سعيدة حبيبي ولا عندك حظوظ مساعدة جدا خاصة على المستوى الشخصي يعني أنا برأيي أمورك الشخصية العاطفية وحتى المالية تعتبر الأفضل في هذه الفترات وأكتر فترة العلاقة بالتغييرات يعني هلا كل الكواكب بلشت بقى تحسن لك وضعك طبعا أول شهرين أصلا ما كانوا لألك هلا الأشهر القادمة أفضل بكتير خاصة هاي فترات الصيف رح تكون حارة بالنسبة لألك وأنا أصدت حارة بأنه يكون فيها هيك تغييرات ممكن بارك لك فيها حنان يسى دوقاتك يا حنان تضلي دايما بخير طبعا برجك من الأبراج الإيجابية وجيدة بس أنا ما رح أجي كذب عليك يا حنان وقل لك أنه أنت بالسن الأفضل لا هي سنة وسط لأنا سنة كتير كتير منيحة ولأنا سنة كتير سيئة بس أنا بعتبرها سنة فيها بداية جديدة أنا بقل لهم مثل كأنه عم يزرع هاي الفترات مثل كأنه عم يبني مثل كأنه داخل شغل جديد ممكن خطبة إذا وضعك يسمح يعني بس تغيير تغيير أساسي وجزري ممكن يكون آخر شهرين ثلاثة بالسنة بس هاي الفترات أنا لا أرجح حياة في سيدة وقاتك يا حياة وتضلي بخير حياة أمورك إيجابية وجيدة على الأقل هالثلاثة شهور هلا أنا اللي بقيان بالي عليها هاي السلة بالنسبة لألك هي الأمور الصحية أنا ما كتير بشوفك صحيا تعتماري الأفضل خاصة أنه بقى أنت مولدة 65 يعني أصلي بلشت الأمور بقى يعني بدها شوي تنبيه على المستوى الصحي هلا أنا بيلاقي آخر أشهر السنة أكتر من هاي الفترات هلا فيه يعني ثامن تاسع ممكن يكون ترجعي بتهدي شوي آخر شهرين بالسنة بس أنا بقصد أنه السنة كتير مهمة لنوع من أنواع التغييرات العاطفية إذا على بالك أو العائلية ما بعرض عم تفكري بسفر عم تفكري بسفر لأنه وارد يكون في سفر هذا العام فؤاد جيسا دا وقاتك يا فؤاد ما بضلك بخير فؤاد سنة كتير مهمة ومحظوظة بس لسه معك لعشرين خمسة فيه جزء من تعب الصحي كونك أنت عم تسألني صحيان لا العشرين يوم اللي مضوا ولا العشرين يوم الجايين يعني لازم تنتبه صحيان فيه النوع من أنواع التعب الصحي هلا هيك سنة سنة جيدة بس إذا عندك شيء قال أك حاول تستشير مختص وهذا أفضل ما نفعله جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر